مع استمرار موسكو تطوير أنظمتها الدفاعية تعمل شركة أسلحة روسية على تصنيح طائرات بدون طيار جديدة الطائرة المسيرة جديدة ستكون مهمتها مضايقة الخصوم على مدار الساعة بإلقاء قنابل يدوية قريبة المدى الهدف من الطائرة وفق موسكو ليس التدمير ولكن تنفيذ عمليات تعمل على إرهاق قوات العدو تسارع روسيا من وطيرة تطويرها للأسلحة لسيما في الحرب الأوكرانية ففي مارس الماضي أعلنت استخدام صواريخ خارقة لجدار الصوت من طراز كينجل ضد أهداف في كييف بعدها بشهرين أعلنت موسكو تزويد قطاعات من الجيش الروسي بدبابات T-90M الجديدة والقادرة على تبادل المعلومات مع الدبابات الأخرى في ذات الشهر اختبرت روسيا بنجاح إطلاق صاروخ كروز من طراز صاروخ تسركون لمسافة بلغت نحو ألف كيلومتر ونحو تسريع المنظومة الدفاعية اعتزمت موسكو في يونيو نشر نظام الدفاع الجوي S-500 الأسرع من الصوت والمضاد للصواريخ النووية ومع دخول الحرب الروسية الأوكرانية شهرها الخامس حددت موسكو إطلاق الرحلة الأولى للمقاتلة الجديدة سوخوي 75 الملقبة بكشمالك والتي تتمتع بقدرة عالية على التخفي